عند الصغر اعطوا لأبنائكم جذور عميقة وعند الكبر اعطوهم أجنحة طليقة بمعنى أنا هزرعك هستثمر فيك بشكل كبير هحط القيم هحط المبادئ هثق وهستثمر وهعمل الضخار جامد جدا في المرحلة ما قبل المراقب علشان لما اتجلنا المرحلة اللطيفة المزعجة دي بقى أبقى عملت الواجب اللي عليها وبقى مرتاح زي ما تكون كده اللي هو بذاكر من بدري بدري عشان ما تزنقش نتكلم بقى للناس اللي اتزنقت الناس اللي هما لسه أولادهم عشرة بنبدأ نجهزهم هبدأ أتعامل على الثقة هبدأ أن أنا أزرع فيهم القيم الدين المعتقدات كل الكلام ده فلما هوصل للمرحلة دي أنا مش هخاف عليهم لإني هبقى واثقة هم ما بيعملوا إيه نيجي بقى للناس اللي اتزنقوا وجايين بيذكروا ليلة اللي امتحان وأنا ابني داخل بكرة لازم بقى أبقى حطة في اعتباري أنه هو طريق التفكير ونفسها تغيرت فلس هو مش الطفل التسعة والثانية تكون في البيت يا إما هيحصل وحيسوي تعالوا نتفق أنه حتى هارفة زي الفصال علشان بس تريحني أنت مش هتفرق معاكي كأم من تسعة لتسعة ونص بس هو هيحس بانتصار هيحس بأنه هو إن شاء الله تسعة وربع بس هو هيحس أنك خلاص اختلف من أنا مش الطالب اللي في المدرسة أنا مش بقول لكم تغيروا قوانين لكن أنا بقول لكم خليكم كأنكم بتفصلوا في محل عايزة تحسسي أنه إيه؟ عايزة تحسسي الزبون إنه هو كسب مع إنه في النهاية ده يرجع برضو للنصيحة الأولى أنه اللي قلت يا لهو إيه؟ بحبوها شوية فكوها عليهم شوية طبعا فخلاص أنت كنت بقى في مدرسة اللوقتي أنت بقيت في جامعة فبدأ لتسعة نخليها عشرة وحسب كل أسرة زي ما هي عايزة أو عشرة دي تبقى أحداشر أو what ever بس الفكرة أنه هم يحسوا أنه هم بيدوهم المساحة والحرية شوية الزكاء كمان إن أنا اللي أسبق يعني مش أستنى هو بقى اللي جاي بقى بيتخانق وأنا لازم مش عارف إيه؟ لأ من قبليها اللي هو إحنا دخلين على زي الأستاذ عادل الإمامكة إحنا دخلين على مرحلة جديدة لكل مرحلة ليها أسس مختلفة وعلشان أنا بثق فيك وعلشان إحنا خلاص بقينا أكبر فمن هنا ورايح مثلا مصروفك بدل ما هيبقى عشرة هيبقى أحداشر ثاني برضو أنا ما بقولش إن إحنا هنعمل اختلافات كبيرة لكن أنا بعمل اختلافات صغيرة جدا طفيفة ممكن تأثيرها النفسي هيكون حلوة قوي على الولادتك ترجمة نانسي قنقر